1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 2. بسم الله الرحمن الرحيم 3. الحمد لله رب العالمين 4. الرحمن الرحيم 5. مالك يوم الدين 6. إياك نعبد وإياك نستعين 7. إهدنا الصراط المستقيم 8. صراط الذين أنعمت عليهم 9. غير الموضوب عليهم ولا الضالين 10. بسم الله الرحمن الرحيم 11. الله لا إله إلا هو الحي القيوم 11. لا تأخذه سنة ولا نوم 12. له ما في السماوات وما في الأرض 13. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 14. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 15. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 15. وسع كرسيه السماوات والأرض 16. ولا يؤده حفظهما 16. وهو العلي العظيم 17. بسم الله الرحمن الرحيم 18. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون 18. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 19. لا نفرق بين أحد من رسله 20. وقالوا سمعنا وأطعنا 21. غفرانك ربنا وإليك المصير 22. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها 23. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت 24. ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا 25. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 26. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 27. وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 27. بسم الله الرحمن الرحيم 28. قل هو الله أحد 29. الله الصمد 30. لم يلد ولم يولد 30. ولم يكن له كفوا أحد 31. بسم الله الرحمن الرحيم 31. قل أعوذ برب الفلق 32. من شر ما خلق 33. ومن شر غاسق إذا وقب 34. ومن شر النفاثات في العقد 35. ومن شر حاسد إذا حسد 36. بسم الله الرحمن الرحيم 37. قل أعوذ برب الناس 38. ملك الناس 39. إله الناس 39. من شر الوسواس الخناس 40. الذي يوسوس في صدور الناس 41. من الجنة والناس 42. بسم الله الرحمن الرحيم 41. قل هو الله أحد 42. الله الصمد 42. لم يلد ولم يولد 43. ولم يكن له كفوا أحد 44. بسم الله الرحمن الرحيم 45. قل أعوذ برب الفلق 45. من شر ما خلق 46. ومن شر غاسق إذا وقب 47. ومن شر النفاثات في العقد 47. ومن شر حاسد إذا حسد 48. بسم الله الرحمن الرحيم 49. قل أعوذ برب الناس 50. ملك الناس 51. إله الناس 52. من شر الوسواس الخناس 53. الذي يوسوس في صدور الناس 53. من الجنة والناس 54. بسم الله الرحمن الرحيم 55. قل هو الله أحد 55. الله الصمد 56. لم يلد ولم يولد 57. ولم يكن له كفوا أحد 58. بسم الله الرحمن الرحيم 59. قل أعوذ برب الفلق 60. من شر ما خلق 61. ومن شر غاسق إذا وقب 62. ومن شر النفاثات في العقد 63. ومن شر حاسد إذا حسد 64. بسم الله الرحمن الرحيم 65. قل أعوذ برب الناس 66. ملك الناس 66. إله الناس 67. من شر الوسواس الخناس 67. الذي يوسوس في صدور الناس 68. من الجنة والناس 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 70. بسم الله الرحمن الرحيم 71. اقترب للناس حسابهم 71. وهم في غفلة معرضون 72. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث 72. إلا استمعوه وهم يلعبون 73. لاهية قلوبهم 74. وأسر النجوى الذين ظلموا 75. هل هذا إلا بشر مثلكم 75. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون 76. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض 77. وهو السميع العليم 77. بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 78. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون 79. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون 80. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 81. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين 82. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين 83. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون 84. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين 85. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون 86. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون 87. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين 88. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين 89. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين 90. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين 91. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 92. ولكم الويل مما تصفون 93. وله من في السماوات والأرض 94. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون 95. يسبحون الليل والنهار لا يفترون 95. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 96. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 97. فسبحان الله رب العرش عما يصفون 97. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 98. أم اتخذوا من دونه آلهة 99. قل هاتوا برهانكم 100. هذا ذكر من معي وذكر من قبلي 100. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون 101. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 101. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا 102. سبحانه بل عباد مكرمون 103. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 104. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون 105. ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين 106. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون 107. وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون 118. وجعلنا السماء سخفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون 119. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون 110. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون 111. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 112. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون 113. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون 114. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 115. لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون 116. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون 117. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون 118. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن 119. بل هم عن ذكر ربهم معرضون 110. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 111. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر 112. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون 113. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون 114. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين 115. ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا 116. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 117. ولقد آتينا موسى وهارون الفلقان وضياء وذكرا للمتقين 118. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون 119. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون 110. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين 111. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون 112. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين 113. قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين 114. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين 115. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين 116. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 117. فاجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون 118. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين 119. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 110. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون 111. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم 112. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 113. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون 114. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون 115. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم 116. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 117. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 118. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 119. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين 110. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين 111. ووهبنا له إسحاق ويعطوب نافلة وكلا جعلنا صالحين 112. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة 113. وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين 114. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث 115. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 116. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 117. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم 118. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين 119. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين 110. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين 111. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون 112. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين 113. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين 114. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 115. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر 116. وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين 117. وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين 118. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين 119. وذنون إذ ذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 111. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين 112. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذوني فردا 113. وأنت خير الوارثين 114. فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة 115. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين 116. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين 117. إن هذه أمتكم أمة واحدة 118. وأنا ربكم فاعبدون 118. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون 119. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون 110. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 111. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون 112. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة 113. من هذا بل كنا ظالمين 114. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون 115. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون 116. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 117. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون 118. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون 119. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون 111. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلي 112. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 113. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين 114. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 115. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون 116. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون 117. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون 118. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين 119. قال رب احكم بالحق 110. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون 111. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض 113. وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير 114. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 115. وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور 116. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة 117. قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب 118. لا يعزب عنهم إثقال ذرة في السماوات 119. ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 119. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 110. أولئك لهم مغفرة ورزق كريم 111. والذين سعوا في آياتنا معاجزين 112. أولئك لهم عذاب من رجز أليم 113. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق 114. ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 115. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم 116. إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد 117. أفترى على الله كذبا أم به جنة 118. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد 119. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض 111. إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء 112. إن في ذلك لآية لكل عبد منيب 113. ولقد آتينا داود منا فضلا 114. يا جبال أوبي معه والطير 115. وألنا له الحديد 116. أنعمل سابغات وقدر في السرد 117. واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير 118. ولسليمان الريح هدوها شهر ورواحها شهر 119. وأسلنا له عين القطر 119. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه 110. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 111. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات 112. اعملوا آل داود شكرا 113. وقليل من عبادي الشكور 114. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته 115. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيم 116. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية 117. جنتان عيمين وشمال 118. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور 118. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم 119. وبدلناهم بجنتيهم جنتين 110. ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سذر قليل 111. ذلك جزيناهم بما كفروا 112. وهل نجازي إلا الكفور 113. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير 114. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين 115. فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث 116. ومزقناهم كل ممزقة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور 117. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 118. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 119. وربك على كل شيء حفيظ 119. قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير 110. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 111. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 112. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون 113. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم 114. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم 115. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 116. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 117. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 118. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه 119. ولو ترى إذي الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض للقول 110. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين 111. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 112. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا 113. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون 114. وما أوسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون 115. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين 116. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون 117. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون 118. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مخضرون 119. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له 110. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 111. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 112. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 113. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون 114. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم 115. وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا 116. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين 117. وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير 118. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي 119. فكيف كان نكير 110. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا 111. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد 112. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد 113. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب 114. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد 115. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 116. وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب 117. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب 118. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد 119. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد 111. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب 112. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 113. بسم الله الرحمن الرحيم 114. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا 115. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا 116. ما كفين فيه أبدا 117. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا 117. ما لهم به من علم ولا لآبائهم 118. كبرت كلمة تخرج من أفواههم 119. إن يقولون إلا كذبا 119. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 110. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 111. وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جوزا 112. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا 113. إذ أول فتية إلى الكهف 114. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا 115. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا 116. ثم أبعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا 117. نحن نقص عليك نبأهم بالحق 118. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى 119. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها 110. لقد قلنا إذا انشططا 111. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة 112. لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 113. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأهوا إلى الكهف 114. فأهوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا 115. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه 116. ذلك من آيات الله 117. من يهدي الله فهو المهتد 118. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 119. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود 119. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 110. وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد 111. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا 112. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم 111. قال قائل منهم كم لبثتم 112. قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم 113. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم 114. فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر 114. أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه 115. وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا 116. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم 117. ولن تفلعوا إذا أبدا 118. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها 118. إذ يتنازعون بينهم أمرهم 119. فقالوا بنوا عليهم بنيانا 119. ربهم أعلم بهم 110. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا 111. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب 111. ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم 112. قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل 113. فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 113. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء 114. واذكر ربك إذا نسيت 115. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا 116. ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا 117. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض 118. أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا 119. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا 110. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه 111. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 112. ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا 113. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر 114. إنا أعتدنا للظالمين نارا أعاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا 115. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 116. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 117. وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك 118. نعم الثواب 119. نعم الثواب 110. نعم الثواب 111. نعم الثواب 112. وحسنت مرتفقا 111. نعم الثواب 112. واضرب لهم مثلا رجل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن ساوة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ثراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فغسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها خسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واغرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذعضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأغرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم بوعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا خوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتلا قال أقلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطرما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طريانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أغمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفلدوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخبود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليهم من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن نجمي ذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأغلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يوشى السدرة ما يوشى ما زاوى البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتمها إن هي إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلوهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن طل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساقوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشهة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنا وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسفدوا لله وعودوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربنا مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا إلا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم بنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تبن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصنون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من موقفنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أرهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عد مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسمون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبذي له إنه وإلا ذكر وفرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلعة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلاوة والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل فيكون إنما قل فيكون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر هل ترى من فطور ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيع وجعلناها أجوما للشياطين وأرتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبر ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ظلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم من ماء معين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من أشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ألم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُوا الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سخفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تغلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفلقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فاجعلهم جذادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهبا غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذعني فردا رب لا تذعني فردا وأنت خير الوارثين وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أنعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح هدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عيمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأتل وشيء من سذر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزقة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل دعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذي الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب مخضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترا وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا حمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا هؤلاء قمنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأبوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسق ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفرعوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسنع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أوفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أعاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق يحلون فيها على الأرائك نعم الثواب نعم الثواب نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنفل وجعلنا بينهما زرا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من ثراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فغسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وغرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن وإن ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين دعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأغرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل له العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا خوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لذنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلوت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطرما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدار يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طريانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تورب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نقرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعونه نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أغتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أغمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منطود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فاجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شعب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقرين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين من الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن نجمي ذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وإلا وحي يوحى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتماعونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زار البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربي الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولم الأنثى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتمها إن هي إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يؤني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلوهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن طل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وذر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليهم نشهة الأخرى وأنه هو أونى وأقنا وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عاده الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطوى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاستدوا لله وعودوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيم يا سيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إننا نحن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضربنا مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا إلا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم بنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تبني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيعة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلق منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك العرجون القديم لشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ذلك تقدير العزيز العليم وإنه نفعلنا في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 110. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 111. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين 112. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون 113. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 114. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنقعم من لو يشاء الله أطعمه 115. إن أنتم إلا في ضلال مبين 116. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 117. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصون 118. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون 119. ونفق في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 111. قالوا يا ويلنا من بعثنا من موقعنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 112. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون 113. فاليوم لا تظلم نفس شيئا 114. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 115. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 116. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائق متكئون 117. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون 118. سلام قولا من رب رحيم 119. سلام قولا من رب رحيم 110. لهم لا تضيع لذن 111. بني أذن ألا تعبدوا الشيطان 111. إنه لكم عد من مبين 124. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 125. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 126. هذه جهنم التي كنتم توعدون 127. إصلواها اليوم بما كنتم تكفرون 128. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسمون 129. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون 120. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون 121. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون 122. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه وإلا ذكر وفرآن مبين 122. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين 123. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 124. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون 125. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون 126. واتخذوا من دون الله آلعة لعلهم ينصرون 127. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 128. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعللون 129. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب مبين 120. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين 120. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 121. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 122. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 122. بلا وهو الخلاق العليم 123. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له قل 122. فيكون 123. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون 124. فسبحان الذي بيدي ملكوت كل شيء وأيليه ترجعون 125. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 126. بسم الله الرحمن الرحيم 127. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير 127. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور 128. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فأرجع البصر هل ترى من فطور 129. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير 120. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيع وجعلناها أجوما للشياطين 121. وأعتدنا لهم عذاب السعير 122. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير 123. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغير 124. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير 125. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير 126. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 127. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير 128. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 129. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور 120. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 121. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 122. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 122. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 123. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 124. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 125. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض 126. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير 127. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن 128. إن الكافرون إلا في غرور 129. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه فلجوا في عتو ونفور 120. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم 121. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السماء والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 122. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 123. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين 124. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين 125. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون 126. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم 127. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين 127. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم من ماء معين 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 129. بسم الله الرحمن الرحيم 120. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 121. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 122. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم 123. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى 124. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 125. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا 126. قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من أشاء بغير حساب 127. هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء 127. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيا 128. أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين 128. قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر 129. قال كذلك الله يفعل ما يشاء 120. قال رب اجعل لي آية 121. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا 122. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار 123. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين 124. يا مريم قنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 125. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 125. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون 126. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا 127. والآخرة ومن المقربين 128. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين 129. قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر 120. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون 121. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 122. ورسولا إلى بني إسرائيل 123. أني قد جئتكم بآية من ربكم 124. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير 125. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله 125. وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 126. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين 127. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم 128. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون 129. إن الله ربي وربكم فاعبدوه 120. هذا صراط مستقيم 121. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله 121. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون 122. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 123. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 124. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون 125. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين 126. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين 127. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم 128. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 126. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر